مجازل أهم الأخبار مع دينا تفضلي دينا شكرا لك محمد التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينيتش مجازل أخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى مطار العاصمة تونسية لترأس وفد مصر في اجتماعات القمة الثامنة لمؤتمر توكيو الدولي للتنمية الإفريقية تيكاد ثمانية نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بالتوجد في تونس بعد أشهر قليلة من زيارته لها خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين وأشار مدبولي إلى همية مؤتمر تيكاد كمنصة دولية بشاركة مع اليابان تهتم بقضايا التنمية في القارة الإفريقية هذا وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء في المطار وزير الدفاع الوطني التونسي عماد ماميش الذي أعرب عن ترحيبه وترحيب الحكومة التونسية بالمشاركة المصرية رفيعة المستوى في اجتماعات قمة تيكاد متمنيا للوفد المصري كل التوفيق في أعمال القمة نظمت مؤسسة حياة كريمة قافلة طبية بقرية أريمون لخدمة الأهالي في محافظة كفر الشيخة وقالت مؤسسة حياة كريمة أن القافلة استطعت أن تخدم 2274 مواطنا ومواطنة في 15 خصوصا طبيا من أهمها الباطنة والأطفال والأنف والأذن أعلنت وزارة الدفاع الروسي أن القوات الروسية دمرت رادارة توجيه أوكرانيا لمنظومة 300 في بلدة بارينفكو فو بمقاطعة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا وأكدت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 50 من القوات الأوكرانية في دونتسيك وتدمير أكثر من 170 موقع قيادة وتجمعا لقوات كييف وأيضا ستة مستودعات للذخيرة والوقود قالت وزارة الخارجية الروسية أن العقوبات الغربية تعيق تصدير المنتجات الزراعية والأسمد الروسية رغم اتفاق الحبوب الذي فتحت روسيا بموجبه ممرات بحرية أمام تصدير الحبوب الأوكرانية وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتنفيذ مذكرة التفاهم بين روسيا والأمم المتحدة حول تصدير المنتجات الزراعية والأسمد الروسية قال الرئيس الأوكراني فلادامير زلينيسك إن أوكرانيا صدرت حتى الآن مليون طن من المنتجات الزراعية من موانئها على البحر الأسود بموجب بنود اتفاق برعاية الأمم المتحدة وأوضح زلينيسك أنه تم إرسال 44 سفينة إلى 15 دولة فضلا عن تسليم 70 طلبا آخر لتحميل سفن وأكد الرئيس الأوكراني أن هدف كييف هو تصدير ثلاثة ملايين طن شهريا توقعت المنظمة العالمية الأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة أن يزداد الجفاف في القرن الإفريقي سوءا مع موسم الأمطار الشحيحة الخامس على التولي محذرة من كارثة إنسانية غير مسبقة وحذرت المنظمة من أن كل من كينيا والصومال تشهد أسوأ موجة جفافة منذ 40 عاما ومن المرجح أن تشهد موسم أمطار سيئا وقالت الناطقة باسم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية كلارد نوليس إن منتدى توقعات المناخية الموسمية في منطقة قرن الإفريقي الكبرى أصدر توقعات لموسم الأمطار من أكتوبر إلى ديسمبر مشيرة إلى أن التوقعات تظهر احتمالات مرتفعة لظروف أكثر جفافا من المتوسط في معظم أنحاء المنطقة ورياضيا حقق منتخب مصر لكرة أسالة الفوز على تونس بنتيجة 67-61 في إطار أولى مباريات المرحلة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائية كأس العالم وكانت الفترة الأولى قد انتهت بتقدم مصر بنتيجة 21-13 قبل أن يعود منتخب تونس في الفترة الثانية ويتعادل بنتيجة 33-33 وفي الفترة الثالثة عاد منتخب السلة وتقدم بنتيجة 54-43 قبل أن يواصل تقدمه في الفترة الرابعة والأخيرة وتنتهي المباراة لصالحه بنتيجة 67-61 وتضم مجموعة منتخب مصر لكرة السلة في المرحلة الثالثة كل منه جنوب السودان وتونس والكنغو الديمقراطية والسنغال والكاميرون ومن المقرري أن يلتقي منتخب السلة مساء اليوم مع الكاميرون ضمن إطار ثاني مباريات المرحلة الثالثة ختام مجزء التاسعة فاصل عود لحداتكم باقي فقرات صباح الخير يا مصر